المعيار الخامس عشر المعيار الخامس عشر المعيار الخامس عشر اللي هو النقل الإسعافي توفر سياسات وإجراءات مكتوبة محدثة للنقل الإسعافي يتم تقييم هذا المعيار عن طريق نقطتين هي المستندات وسؤال الممارس الصحي عن طريق المستندات هل توجد سياسات محدثة للنقل الإسعافي بالنسبة للنقطة الثانية التي تتم فيها تقييم هذا المعيار سؤال الممارس الصحي مثلا على الاحتياطات المتابعة لنقل مريض يعاني من عراض ترنفسية يجب أن تكون إجابة على النحو التالي أن يكون المريض لابس كمام جراحي إذا كان يستطيع ذلك وفي حال لا يستطيع يجب أن يغطي المريض فما هو بالمناديل أثناء السعال والممارس الصحي يجب أن يرتدي كمام جراحي النقطة الثانية لنقل المريض تحت احتياطات عزل التلامس يجب احتواء وتقطيع جميع الآفات الجدية والمناطق المصابة أو المستعمرة من جسم المريض بضمادات نظيفة وبيضات نظيفة يتم تقييم هذا المعيار عن طريق سؤال الممارس الصحي مثلاً ما هي الاحتياطات المتبعة للممارس الصحي لنقل مريض ويعاني ممرض جلدي يجب أن تكون إجابة يقوم الممارس الصحي بغسل يدي ويقوم بلبس الأدوات والوقاية الشخصية النقلة الثالثة لنقل المريض في ظل احتياطات العزل بواسطة الراذال المحمول جواً يجب توجيه المريض إلى رسداء الكمام الجراحي واتباع قواعد النظافة التنفسية والسعال يتم تقييم هذه النقطة عن طريق سؤال الممارس الصحي مثلاً ما هي الاحتياطات المتبعة للمسعف لنقل مريض لديه أمراض تنفسية يجب أن تكون إجابة أن يقوم الممارس أو المسعف بغسل يدي وارسداء الكمام الجراحي هذا في ظل جائحة كورونا أما بعد زوال الجائحة يكتفى فقط باللبس المريض للكمام الجراحي فقط المريض بكذا نكون خلصنا تقييم المعيار 15 اللي هو نقل الإسعافي يعطيكم العافية جميعاً